موسيقى حان شو بنا نحكي لهم باللي I don't know رح حاول رح نحكي اليوم شوي عن أجيره ريكب على الإيفنتي اللي صار نهار التنين بالصراي الكبير بس أكيد يعني أغلبية المشاهدين تابعوا هذا الموضوع أو مباشر أو بنشرات الأخبار بس أنا اليوم ححكي عنه بالتقنة وحترجم إذا بديك كل النقاط يلي قالوها بس بالصعيد التقني طبعا أو بالحيز التقني طبعا أكيد بنفس الوقت تم الأعلان عن أو تم ظهار اللوجو الجديد لأجيره يعني بما معناه أنه براندينج جديد فبالتالي تغيير جديد استراتيجية جديدة شكل جديد ونحج جديد لهالشركة هايدي أو للهائقة هايدي إذا فينا هي من مشرقية هايقة خلينا نشوف قبل ما نحكي عن كل الأمور خلينا نشوف الأعلان الجديد تي بي سي يلي أطلقته أجيره بهذا النهار نهار التنين خلينا نشوفه سواء يمكن ندمين أنك فليت واتطريت تختفي وتسكت وما تبرر يمكن تحبت تتأمل وتنواعد وتحبت تبقى محلك تواصل بتواصل وبتتغير تتأمل من هون الانطلاق بس حشوف هلأ كمان راب صغير بس قبل ما نشوفه هالتقرير الصغير يلي كمان انعرض بنهارة الإيفانت بس بدهو شغلي انه يلي نعمل بسنة بالضبط بسنة بإيادة عماد كريدية ونحن كنا استقبلناه بأينو بعالم الصباح يلي نعمل بسنة هو فعليا ممكن ينزل تحت خانة الأعجوبة صراحة عم بحكي جد يعني الأعجوبة التقنية مش يعني حتى ما أقول أكتر من ذلك لأنه يلي يلي قدر ينعمل بسنة كان صارنا زمان ناطرينو كان صارنا بالقليلة عشر سنين مفروض ينعمل من عشر ناطرينو ناطرينو يعني كمية البنية التحتية كانت جاهزة بس ما كان في حدا رجال كفاية ياخد قرار بهذا الموضوع صراحة فإلينا عمل بسنة بلشنا يعني اليوم ما بقى فيبر أوبتيك ما بقى عم نقول أنه ناطرين فيبر أوبتيك ما بقى على الوراء الحمراء الشرفية بيروت صار فيها فيبر أوبتيك يعني بلشنا تاستينغ وفتنا وبلشوا يعطوا لعالم فيبر أوبتيك فلا نحن بطلنا بمرحلة الحكي صارنا بمرحلة تطبيق تطبيق الفعالي بس أكيد مطلوب كتير يعني هذا مش معناته أنه نحن أزلنا أنه فيه أعجوب يعني خلص انتهيت القصة لا فيه شغل على الأرض يعني فيه مراحل بدأتمر فيها بالنتيجة والتزم وبحكي يعني التزم بأوقات ديتز حطها على الطاولة التزم فيها الزلمة وقدمها وهذا دليل كفية أنه ممكن نوصق فيه وهو إهلا سئة بالمهم يلي أنا عطيت لأله وهذا اللي أكد عليه دولة رئيس سعد الحريرة أنه عماد كريدية ماشي على نهج رفيق الحريرة والخطة اللي حط رفيق الحريرة وهو آهل الثقة وهو حاطة ثقته فيه هنشوف هذا الحكة وشهادات التانية من فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الاتصالات بهالتقرير الصغير ابتدأنا بصيانة الشبكات شوفتحنا الصرعات استفادت منها كتير ناس حوالين سطر اليد واللي استفاد بالطريقة الأكبر هن سكان المدن اليوم خطة جديدة تابعتنا هي وخاصة بمشروع FTTX أو مشروع الألياف الضوئية إنه نبلش نوصل بها الوعد اللي نحنا أعطانيه على حال لأنه نعطي سرعة عالية لكل المواطنين على كامل الأراضي اللي نمي من المناطق النائي وينتهي بالمدن أنا بنحمي اللي الجهود الجبار اللي عملها فريق العمل بأجيرو عملت مع شباب ما بيعرفوني ولا بعرفون من قبل آمنوا بالفكرة اللي نحنا طرحناها وآمنوا بأنه هني هدفهم أسمى من أنه يكونوا موظفين موجودين بمؤسسة هتكون سنة 2018 مركزة وتركيز تام على خدمة الزبائل وتطوير نمط خدمة الزبائل بهاية أجارة من هوني بيبلش التغيير من هوني بيبلش الأمال من هوني بيبلش الإيجابية والتفاعل من المستعمال بلشت القصص بالـ 2017 بالـ 2018 المسيرة المستمرة ومنعتبر أنه من هون بلشت موضوع الإنترنت هو الأساس الآن بحياتنا اليومية باقتصادنا بتجارتنا بسياحتنا بكل مفاصل اقتصادنا كان بالحد الأدنى بشان هي حطينا هدف رقم واحد اشتغلنا على هذا الموضوع مع أجار ومع المهنزين ومع الوزارة لإطلاق الـ فيبر أوبتيكس على جميع الأراضي اللبنانية فارجة تبعنا نأمن حد أدنى 50 ميجا بيت بسرعة للمواطن أينما كان في لبنان للـ والمؤسسات الكبيرة والمستشفيات والجامعات ممكن نوصل لـ 200 و 300 السرعة لـ تستس اللي عملناها الـ بايرت بروجيك اللي نفذناها وعدي جدا وعم تعطينا مؤشرات كتير إيجابية أنه نحن ماشيين على المسار الصحيح للوصول لهدفنا الكبير بتزويد كل المواطنين بسرعات عالية من الانترنت اليوم اتاحة الفرصة للكطاع الخاص للمساهمة بالنمو الاقتصادي وخاصة في قطاع الاقتصالات هو رافض كتير منهم لحتى نقتصر الوقت ونقتصر الكلفة ونكون مطلعين على أحدث التقنيات في العالم نحن بنعرف قطاع الصلاة قطاع يتطور بشكل يومي أكبر المبدعين بالإنترنت بالتكنولوجيا بتلاقيهم بلبناني هل هني بلبنان لا مش بلبنان لأنه السربس مش موجود الشباب اللبناني والشابات اللبنانية عطيهم هالسربس ولا بتمور بس لما الدولة تحل عنه وتكونوا مقامل فيهم The Highway صدقني The Sky is Lent اليوم حقنا خمسين مرة سرعة الانترنت أجيرو عم ترجع تنتقل إلى المكان الحقيقي اللي هي بتلعبه رفيق الحريري حق الخطوات اللي لازم نحن نتبعها وأنا واثق بإدارة أجيرو عماد قادر يوصل أجيرو بمحل ما نحن بدنا نوصلها لأنه هو كمان أيضا عم يحقق الحلم تبع رفيق الحريري سيما عم يشقل ليل نهار عمله شغل كتير كتير كبير وبيستحق كل الشكر عليه إذا بيكملوا هاكي كل الأهداف اللي حطينيها أنا برأي أنه بيوصلوا لها وبيجاوزوها إن شاء الله أول شيء بدأنا فيه هو تغيير رئيس مجلس الإدارة للمؤسسين أجيرو التغيير هيدا طبعا خلق حيوية جديدة انضباط جديد بالشغل وهيدا تدبير إصلاحي نتاجه تقنية أساس النجاحي كفاءة تقنية هي النزاهة بالعمل هي بإرادة العمل هي كمان بيحب الوظيفة بتعمل منهم كون في عندهم نشاط لازم حتى يتقدموا بهالمؤسسة كل تقدم بيعني تقدم اقتصادي نحن المهم نوفي فرص العمل لكل اللبنانية لوقت اللي منوفر لهم الوسائل الحديثة اللي بيشتغلوا فيها بصيروا يدروا يشتغلوا من بلدهم يسجلوا اختراعاتهم الجديدة بدعيتهم يسجلوا من اللبنان كان مثل ما يعني حأمره بصرعة للشهادات اللي صار بس بدي يبلش من مطرح ما قال عماد الكريدي انه من هون البداية من هون الأمل بالفعل شفنا سنة كان فيها بداية وكان فيها أمل لخطوات لاحقة يلي قاله دولة رئيس سعد الحريري على موضوع ثقته بعماد بالفعل كان ثقته بمحلة اليوم هم يقدر عماد يعمل متل ما قالنا شبه عجوبة تقنية بس ما بي هذا ما يعني ما بينفي انه كان البنية التحتيه جاهزة وآدرة بس اليوم اجا من يقدر ياخد القرار بتفعيلها واطلاقها ما بنا ننسى كل الشباب والصبايا اللي موجودين بأجيره يلي خسروا الحافز بالسنوات الماضية انه يقدروا يعملوا شي اليوم عم يشتغلوا من كل الالبون وعم يعطوا في منهم عم يشتغل 24 ساعة تحت الشتي ليصليح الاعطال ليمدوا الفايبر اوبتيك ليتزموا بالوقت وايضا ليحطسوا السنترالات الموجودة نحن امشي بشكل سريع بالامور التقنية اللي اعلن عنا عماد كريدي بالإفنت كتير مهمة اول شي نحن بنوصل بعد ما كان معدل السرعة باللبنان 4 ميجابيت نحن واصلين بخلال السنة اللي جاي لمعدل سرعة يوصل 50 ميجابيت يعني ضرب 11 مرة تقريبا 12 مرة من السرعة اللي موجودة عنا هلأ حاليا اللي عم يستفيدوا مننا الاشخاص اللي موجودين هلأ بمنازلهم فبالتالي عنا 50 ميجابيت معدل سرعة بالسنوات القادمة رح نوصل لـ 150 ميجابيت بمعدلات السرعة عنا الببليك واي فاي يعني يصير في عنا انترنت بالطريق في عنا الببليك واي فاي بمطار بيروت بمطار في احرير الدولة يلي حيصير من اسرع الببليك واي فاي اللي موجودين مثل المطارات العالم بالضبط 100% هيدا هنشوفهم كلهم هالسنة هلأ بالـ 2018 رح نشوف ايضا اكيد خطوط جديدة وخدمات جديدة الموقع الجديد لـ OGero صار live والعالم يستفيدوا من الخدمات اللي عم أقدمها الـ application تعيد OGero وعلى الـ Android والأسر وكمان موجودين لا يستفيدوا منهم العالم بعثت يعني بعثت فيه أمور تانية أكتر بكتير بس هذا اللي قدرنا هلأ نقول عنه أمور كتير أساسية وكتير مهمة أكيد الـ Fiber Optic عمين ماد والسنتراليت عم تتأهل لتستوعب هيدا الشغلة كتير أساسية البنية التحتية تعيتنا أو الباندوث والسعة اللي عنا كان بتكفي ثلاث بلدين مثل ما قال الرئيس سعد الحريري إنما اليوم نحن ما عم نقدر نستهلك ومعن نستوعبها ولا عم نقدر نستعملها بسبب الأمور اللي كانت عم تصير بالسنوات الواضح يلي هي اليوم فعليا ورسميا انتهت وصلنا بمرحلة جديدة إن شاء الله يا رب مرسي خاي كلها هيك بوزيتف أنرجي اليوم مرسي ومعلومات حلوة كتير مرسي لك صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتم عم بتتابعونا اليوم في عنا أربع وصفات طبعا مثل بخبرتكم عنهم بعالم الصباح في عنا طبق البازيلة اليونانية بس البازيلة مشاهدين نحن محاضرين كصحن صلطة طبق كتير منيح اللي عم بيعمل رجيم أيضا في عنا مع كارونا بالهوددوك وعنا بقلاوة طبعا بقلاوة بالتفاح والجوز طبق كتير طيب وأيضا في عنا الطبق الرئيسي الجيج مع الأرض شوكة والكريمة هالطبق الرئيسي طبق كتير شاهد مثل العادة أنا وياكم بدنا ننتقل اللي نبلش بوصفة الحلو لكن بالنسبة لوصفة الحلو في عندي قدامي من التفاح هون التفاح أنا مشاهدين نقعوا مثل ما عم بتشوفوا بعسير الحامض والماء ليش نقع التفاح لحتى الخليط أو الحشوة لكان حشوة البقلاوة عندي من التفاح لكان متل ما عم نشوف نفرم التفاح بهالشكل هيدا بطيضيف أنا للتفاح ارفي رح ضيف كمان جوز أيضا رح نضيف من الزبيب رح أخلطن مع بعض وابلش أحشي عاجينة البقلاوة طبعا هون أنا اليوم عاجينة البقلاوة مستعملها من منتجية طونيس فود لكان هالعاجينة الكتير نيحة تجي عاجينة متلجة منشيلها من التلجة قبل ما نستعملها ومنتركها لحتى الدوب بعد ما الدوب طبعا نستعمل فيها نعون فيها نحضر فيها جميع أنواع البقلاوة لكان أنا اليوم محضر بقلاوة بالتفاح وهيكي بهالوقت أنا وعم بقطع التفاحات بذكر كل المشاهدين أنه نحنا كل نهار تنين وكل نهار خميس مستقبل اتصالاتكم مباشرة على الهواء الساعة 12 و3 طبعا لنشارك بمسابقة مسابقة طونيس فود وأيضا بذكر كل المشاهدين أنه كل نهار أربعة طبعا منجوب على الأسئلة اللي بتبعتونا إياها على رقم الواتساب وبرجع بذكر المشاهدين كمان اللي راح نشوفه قدامنا على الشاشة طيب لكان هاي الحشوة تقريبا صارت جاهزة عنا لكان التفاحات صاروا جاهزين راح نروح أنا وياكم لنخلص هالحشوة ونضيف لألة أو نضيف القرفة ونضيف الجوز وطبعا نضيف لزبيب لكان حطهم بهيدا البعاء متل ما عم بتشوفو بيجي بيجي عميلة الحلو عندي متل ما خبرتكن من لزبيب أيضا في عندي من الجوز الجوز كمان منقطع شوي بهالشكل أيضا بضيف الجوزات وعندي كمان مشاهدين من القرفة لكان هيدا الجوز بهالشكل عندي أيضا القرفة قبل ما نرجع لعند غادة بضيف قرفة وخلينا نلف حبة لأن أنا بدي لفهم فوتهم على الفرن طبعا قبل ما فوتهم على الفرن بدي حط عليهم من المواد الدهنية الكين زبدة أو فينا نحط من الزمنة الكين هيدا هي الحشوة بهالشكل برجع بذكر زبيب تفاح أيضا من الجوز والقرفة بحطهم بهالشكل بالعجينة شكرا لك أكيد رح نرجع لعندك تباعا خلال فقراتنا بعالم الصباح مثل مواعتنا يلي هي رح تتابع لغاية الساعة وحدة بيتا وإيد بيروت خلالك ومعنا مشاردين أن نحو دبريك ونرجع من تابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة